اشتركوا في القناة على كل من جيجلسكيك داعنا بطارف سطيف قسنطينة ميلا قلمة سوق هراس حتى على ولاية باتنا أم لبواقي خنشلة وحتى على ولاية بسة وهذا إلى غد تاسع ليلة من النهار اليوم إن شاء الله على الوجهة الوسطى إن شاء الله أمطار كذلك ستستمر خلال ليلة اليوم إن شاء الله وحتى خلال يوم الغد هناك تحسن كهلة طقس بعد انقشاع ضباب والسحب السفلة على الوجهة الغربية مع أقول بعض السحب السفلة الكثيفة ليتحسن طقس خلال الظاهرة إن شاء الله بعض الأمطار خلال صباحة الغد على الوجهة السحلة الوسطى وحتى على مرتفعات والهضاب ليتحسن طقس خلال أواخر النهار كذلك بعض الأمطار غير مستبعدة على مطيقة الوحات مع زواب برامنية سطنشوطة على منطق الجنوب الشرقي كذلك أقصى الجنوب وحتى على الصحراء الوسطى مرتفعات الهوغار والتاسيلي ثلاث درجات خلال هذه الليلة على المشرين العامة والبيض مقيس أقول ما بين ثم درجات الغدية الغدية على السواحل العشر درجات على ولاية بشار 16 درجة على تندوف وحتى على ولاية إنسالح لتصل الغدية الواحدة وعشرين درجة كعلى مقياس على إنجزة خلال ظاهرة الغد إن شاء الله درجات الحرق السواة تبقى في استقرار فصلية تقريبا على كافة المناطق الشمالية وتطرح ما بين 11 لغاية الواحدة وعشرين درجة على ولاية لمسان ننتظر عشرين درجة على بسكرال مغير وتقورت عشرين درجة لولاية إليزيت عشرين درجة لكل من إنسالح تم نرسة وجنة لترتفع تقس حارس ومنس أقص الجنوب لتقارب ثمانية وثين درجة البحر خلال يوم الغد هناك تموج تقريبا على كافة السواحل بحر كثير ارتراب على السواحل الوسطى والشرقية رياحة من الطيارات الشرقية أحيانا شمالية شرقية تصرعت لخمسين كيلومتر في الساعة وهذا على وجه الساحلية الغربية وكذلك السواحل الشرقية حوال التقس على بعض عواسم أمريكا الشمالية أين أمطار كذلك على موريال وأيضا فانكوفر وحتى على ميكسيكو وميامي تقس حارة على ميامي 28 درجة نفس درجات الحارة على فانكوفر لكن ستنخفض الغيثة من درجات وهذا على موريال بكندا وقت غروب الشمس اليوم الغد على مصول عسيم إن شاء الله سيكون في تماما 6.59 دقيقة أشكركم على المترجم